نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية وأوضح المركز أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها يتم استغلالها وبشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفقا لشروط الواقفين أضاف أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية وتحسين أحوال الأئمة وخدمة القرآن الكريم وعمارة المساجد وأعمال البر وفق آليات قانونية ورقابة مشددة وذلك من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة